طيب المباراة الأمس ما بين أسوان والأهلي في الدور العام زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة الفكرة بالنسبة لنا مش في السلاس نقاط والتشكيل والأداء لا فيه جوانب تانية مهمة جدا أهم هذه الجوانب وقبل ما تكلم بقى في المباراة وأحداثها وكل حاجة جماهيري النادي الأهلي الجماهيري مبارع صنعت الحدث في محافظة أسوان بصوا قدامكم على الشاشة دي النقاط الإيجابية المضيقة اللي مهم جدا نتكلم عليها لأن ناس كتيرة جدا حابت تلعب في المورسات التاريخية أو في شعبية الأهلي أو في مكانة الأهلي ولي جانع السوشيال ميديا وبرامج مدفوعة الأجر وكلام كتير شفناه على مدار 3-4 سنين وللأسف طبعا المباراة بدون جمهور فعايز ترد هل أنت هترد على إيه؟ أنت هتتكلم على تاريخ نادي نشأ من 1907 يعني مرة على إنشاءه دلوقتي بتتكلم في 116 سنة فهتطلع ترد على مين وتقول إيه؟ لكن إمبارح جات اللقاطات اللي أنت شايفينها في أسوان وبالمناسبة الميزة كمان في اللقاطات إمبارح أنت لعملت رحلات ولا وجهت الجمهور لحضور المباراة وراجع من السودان بمشكلة ونتيجة وأداء وراجع من كسل عامل أنداء البعض بيحاول يصور للناس أن الأهلي ملعب شكورة وأن الأهلي خسر كتير فأنتوا شايفين قدامكم على الشاشة جماهير حوالين الأوتوبيس وهو الفريق رايح الستاد وقبل كمان ما يتحرك هو رايح الستاد اللقاطات اللي موجودة على كورنيش النيل وهو بيتحرك من الأوتيل ورايح بيعدي الناحية الثانية عشان يركب الحافلة شوفوا الجماهير وقفة إزاي في الطريق بص الجمهور في الملعب بصوا عامل إزاي أعلام الأهلي قرنفال مبارح مبارح كان فيه قرنفال في أسوان والله يا جماعة يعني عايزين نستعيد من تاني الصورة الحضرية اللي كانت موجودة في الملعب المصرية قبل كده والصورة الحضرية مش هتظهر ومش هترجع اللي لما الجماهير تمنى الملعب وجماهير النادي الآهلي بالأمس مبارح والله العظيم ما فيه غلطة لا في الدخول للإستاد ولا في المدرجات ولا في المباراة ولا أثناء التسعين دقيقة الصورة الجميلة دي نفسنا نشوفها الفترة اللي جاي وبعدين ملعب أسوان مبارح احنا مستمحتاجين بقى نفرق ما بين الجماهير الدرجة الثالثة اللي تقعد فيها جماهير الأهلي والجماهير الناحية التانية تقعد فيها جماهير أسوان جماهير أسوان مبارح احتفرت حتى وقت الهدف بتاع الأهلي وده كنا بنشوفه زمان كنت تروح تلعب مثلا في المحلة ولا في اسكندرية أو في المنصورة على سبيل المثال يعني في البداية مثلا إيه جمهور الأهلي واخد مثلا إيه الجهة التالتة أو الدرجة التالتة اللي وورا الجون وباقي المدرجات كلها لجماهير المحلة أو المنصورة أو حتى الاتحاد السكندري أو كده ومجرد أن الأهلي يحرز هدف هتلاقي الملعب كله اكتسب اللون الأحمر مبارح نشوفنا الصورة دي مبارح كان المنظر جميل جدا والصورة مبدعة وكمان أثناء النقل لصورة المباراة بالأمس من ملعب أسوان حتى فوق الأسطح والمنازل الجماهير بتتفرج على المباراة بتقول لكم بارح جماهيري النادي الأهلي لح عملت رحلات ولا طلعت قطار من القاهرة للصفر إلى أسوان ولا حتى قمت بأي حاجة متعلقة بحضور الجماهير ولكن جماهيري الأهلي مش محتاج حد يقول لها اطلع ورى الفريق في أي حتة أنا كنت مراسل في وقت من الأوقات وكنت بروح مع الأهلي في كل محافظات مصر والله العظيم كان بيتيجي حافلات وإوتوبيسات وجماهير بتسافر في من كل حتة أنا فاكر في مطش الأهلي كان بيلعبه في أنجولا في مدينة ومقاطع اسمها لبولو دي على مسافة حوالي 300 كيلو من العاصمة الأنجولية اللي واندا لا في إمكانيات للترقل ولا في مطار في المدينة ولا حتى في إنترنت يعني مش عايز أقول لكم الحالة المعيشية هناك إزاي وإيس فجأة فجأت بوجود أكتر من حوالي 200 مشجع أهلاوي قاطع مسافة رحلة برية من قديسة بابا إلى أنجولا هل تتخيلوا نموكم جمهور الأهلي أو في جمهور في أفريقيا يعمل ده أنا شفت ده والله العظيم بعيني وكانت كواليس الأهلي متصورة من خلال شاشة قناة الأهلي وشفنا كل الأحداث دي ناس بتسافر وبتقطع أميال وألاف الكيلو مترات ومش رحلات طيران ده أنت كمان بتنزل قديسة بابا وبتتحرج من أسيوبيا عشان تروح الكنغو برازافيل أو الكنغو الديمقراطية أو توصل لأنجولا بالطريق البري طريق بري يعني إيه أنت بتكلم في يومين 3 صفر ماشي في أدغال القرى الإفريقية ممكن تواجه مخاطر كتير جدا هي زي جمهور الأهلي وده اللي إحنا دايما نفسنا نشوفه من جمهور الأهلي الفترة اللي جاي فيه أوقات ممكن تكون بعض الظروف بتمنع الجمهور يحضر بالكسافة اللي إحنا شفناه ولكن المنظر مبارح والله العظيم فكرنا ورجعنا مش أقول للتسعينات بس خلال السنين اللي فاتت مشوار وبطولات الأهلي في 2012 و14 بطولة الأهلي في الكنفدرالية دولة أبطال إفريقيا 2012 و13 رحلة جروة في 2008 رحلة تونس 2012 الرحلات الإفريقية للأهلي لعيبها في البرازافيل أو في الكنغو الديمقراطية في كنشاسة في مازينبي بالأهلي يعني الحمد لله جمهور الأهلي دايما بيصنع الحدث والصورة بتاعتمتش أسوار مبارح ما كانش ينفع نعديها الصورة دي لازم تبقى تريند على السوشيال ميديا لازم نتكلم عليها لازم نبروزها لأن مبارح السوشيال ميديا كلها بلا استثناء على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى حتى الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب الكل بيتكلم على صورة جمهور الأهلي اللي كانت مبارح بصراحة يعني ادتنا كده جرع التفاؤل أن بعد الأحداث اللي تمت في مباراة الهلال السوداني لا إن شاء الله الفترة اللي جاية جمهور الأهلي يكون أكبر داعم وسند للفريق الفترة اللي جاية ونتمنى يا رب بإذن الله يكون في حضور جماهيري كبير في مباراة سانداونز طبعا الساعة الرسمية اللي تم إعلانها عشر تلاف ولكن نتمنى نتمنى الفترة اللي جاية أن الأعداد تزيد في ظل أن الاتحاد الإفريكي سمح وبعد قرار الرسم صدر في 5 فبراير الملاعب كلها الساعة الكاملة بدون تحديد أي حصة أو أي أعداد إلا لو الكاف عنده قرار متعلق به معايير الأمن والسلام لكن طالما الملعب يسمح أن يكون فيه 30 أربعين ألف نتمنى يا رب بإذن الله يحصل فيه الفترة اللي جاية عشان نشوف المشاهد الجميلة اللي خلت مبارح مرسل كولر يتكلم عن جماهير الأهلي بشكل واضح وصريح لأن الرجل من ساعة ما جاء ما شافش الجمهور إلا في ملعب هزعب ينزايد فيه أبو ظبي وشاف شعبية الأهل وجمارية الأهلي لكن لما جي من السودان وشاف الجمهور إزاي بيستعب الأهل في أسوان الرجل قال لك يا سلام ده لو في أفريقيا ولا في المطشط اللي جاية ده هيد حماس كبير جدا للعيبة وعايدين دافع اللي احنا نشتغل ونبتكر ونحضر ونكسب كل مطشطنا اللي جاية دي النقطة الأولى